غادر الرئيس الامريكي دونالد ترامب واشنطن في اول جولة له الى الخارج يبدأها من السعودية ومن المقرر يحضر الرئيس الامريكي الذي سيصل الرياض السبت اعمال ثلاث قمم بغرض بحث اجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم وتجري القمة السعودية الامريكية بسلسلة اجتماعات ثلائية بين العاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الامريكي دونالد ترامب بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في مواجهة الارهاب انهت الرياض استعداداتها وبدأت باستقبال ضيوفها الكبار لعقد ثلاث قمم تاريخية ثنائية وخليجية واسلامية مع الولايات المتحدة الامريكية لردع التهديدات وصياغة تاريخ جديد من العلاقات التي تؤكد الصداقة العريقة بين البلدين وتعكس ثقل المملكة ودول الخليج اقليميا ودوليا الحقيقة هي الزيارة التاريخية الزيارة الاستراتيجية بنواحي كثيرة جدا اولا اختيار المملكة كدولة مؤثرة في المنطقة لها دورها الخاص ولها دورها الاقليمي والدولي ثانيا لا شك ان هذه الزيارة مهيدة لها من قبل زيارة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان في زيارته الى واشنطن وايضا زيارة الشيخ الشيخ محمد بن زايد ايضا والتي كانت قريبا كان لها دور كبير في تمهيد تمهيد الجيد لهذه الزيارة لا شك اختيار المملكة العربية السعودية يعد شيء هام ولم يأتي من فراغ المملكة العربية السعودية كما قلت لها دورها المناطقي والدولي هذه القمم الثلاث ستجمع الرئيس ترامب مع قيادات الدول الاسلامية الخمس والخمسين حول العالم وذلك لمعالجة سبول بناء شراكات امنية اكثر قوة وفعالية من اجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة للارهاب والتطرف وذلك من خلال تعزيز قيم التسامح والاعتدال ولعل ابرز الملفات في زيارة الرئيس الامريكي هي الملفات السياسية والامنية والاقتصادية من الوقت التي كانت تسفر هذه الزيارة التاريخية للرئيس الامريكي للرياض الى مزيد من الاتفاقية لتعزيز التعاون وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والامنية هي من تصدل الارهاب لها تجارب ناجحة وحتى الان الولايات المتحدة وبريطانيا وكثير من الدول استفادوا من التجارب السعودية والسعودية زورت تلك الدول بمعلومات استخبارية سهمت في انقاط الكثير من الارواح من عمليات ارهابية اجرامية كانت مسادفة تلك الدول اذا المملكة عندما يتم انشاء في هذا المركز لمكافحة ارهاب او تطرب في الرياض انه هو تشجيع وتقدير للموقف السعودي الحقيقي الذي يقف في وجه هذا الارهاب والذي تصدله بكل السبل الممكنة وانشى لذلك تحالفا اسلاميا عسكريا حقيقة الان تتجاوز اربعين دولة وكذلك ساهمت الملكة في التحالف الدولي لمكافحة داعش في سوريا والعراق اذا نحن امام زخم السعودي كبير جدا في محاربة الارهاب ومن شأن هذا المركز حقيقي ان يعزز هذا الدور السعودي بمزيد من التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة وكثير من الدول لبناء الكثير من الدراسات لمواجهة التطرف تمويل التطرف ايضا لمواجهة اعداد كثير من مبادرات لانقاذ الشباب من التطرف ومن محاولات توظيفهم مثل هذه العمال الاجرامية هذا المركز متوقع حقيقة ان يقدم نتائج ايجابية تخدم الامن والاستقرار في المنطقة وفي العالم ويترقب المسلمون نتائج هذه القمة ويتطلعون بان تسهم في ايصال الصورة الحقيقية المعتدلة والمتسامحة للدين الاسلامي مع بذل المزيد من الجهود لمحاربة التطرف والارهاب